بسم الله الرحمن الرحيم بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة شعب مصر العظيم خاضت قواتكم المسلحة على مدار ستة عشر يوما بالتعاون مع قوات الشرطة عملية أمنية وعسكرية شاملة لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف من بقعة غالية من أرض سيناء الطاهرة بمدن رفح الشيخ زويد والعريش انتهت المرحلة الرئيسية منها اليوم الثاني والعشرين من سبتمبر الفين وخمسة عشر بعد تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية تدمير المراكز والبؤر التي تتحصن بها وتنطلق منها العناصر الإرهابية والإجرامية لنشر الضمار والفساد في الأرض وترويع المواطنين بمنطقة شمال سيناء تحت سطار الدين القضاء على شبكة واسعة من الملاجئ ومخازن الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى أهالينا في شمال ووسط سيناء أحكام السيطرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمنطقة مدن رفح الشيخ زويد والعريش والقرى المحيطة بها تدمير معظم عربات الدفع الرباعي المسلحة والدراجات البخارية التي تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية التخلص من كميات كبيرة من المواد الناسفة ووسائل القتل والتدمير والاتصالات بالإضافة إلى تدمير الأنفاق والملاجئ التي تستخدمها تلك العناصر في تنفيذ عملياتها الإجرامية التزمت القوات المسلحة وعناصر الشرطة المكلفة بتنفيذ مهام الخطة بأقصى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة لأهالينا من شعب سيناء البطل إلى جانب تطبيق كافة المعايير الأخلاقية والإنسانية لتجنب تعريض المدنيين لأضرار قد تنجم عن الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب والتطرف وقد عكست هذه العملية مدى التلاحم بين أفراد القوات المسلحة والشرطة مع أهالي سيناء الشرفاء والترحيب غير المسبوق للتعاون المشترك للسيطرة على الأوضاع الأمنية وتمكنهم من استعادة حقهم في الحصول على الأمن والاستقرار حتى يمكن تنفيذ خطط كافة أجهزة الدولة لتوفير الرعاية الصحية والغذائية والخدمات الأخرى بما في ذلك حرية الانتقال والاتصالات بالإضافة إلى خدمات الكهرباء والمياه وفي ضوء ما سبق وبعد الوصول إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية حق الشهيد تؤكد القوات المسلحة على استمرارها في تنفيذ المرحلة الثانية بهدف تهيئة الظروف المناسبة لبدء أعمال التنمية بسيناء كالآتي مواصلة التعاون مع الشرطة لإحكام وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مدن رفح الشيخ زويد والعريش والاستعداد العالي للتعامل الفوري والحاسم مع أي مصدر للتهديد أو عدائيات تمس أمنة وسلامة المواطن السيناوي التأمين الشامل لكافة المرافق والأهداف الحيوية بمدن رفح الشيخ زويد والعريش والطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليها تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والغذائية والاجتماعية لأهالينا من شعب سيناء شعب مصر العظيم تقدم قواتكم المسلحة كامل التقدير والتحية لشعب سيناء البطل لتعاونه غير المسبوق النابع من شرف الانتماء الوطني مع القوات المسلحة والشرطة في تحقيق معظم أهداف العملية وتحمله للأعباء التي فرضتها ظروف العمليات الأمنية تحية تقدير لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء للوطن داعين الله أن يكون مثواهم الجنة وأن يمنح ذويهم الصبر والسكينة والفخر والعزة لأغلى شهادة ينالها المؤمن للدفاع عن شعبه ووطنه الغالي ضد قوى الظلام والشر والتطرف وتنتهز قواتكم المسلحة هذه المناسبة لتهنئ شعب مصر العظيم بعيد الأطحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالسلام والخير والبركات عاشت مصر حرة آمنة مستقرة وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته